نقلت وكالة أنباء لنظور عن مصدر عسكري عراقي كبير أن 43 مدنيا بينهم نساء وأطفال قتلوا اليوم جراء غارة جوية لطائرات التحالف الدولية على مواقع المسلحي ما يسمى بالدولة الإسلامية في الجانب الغربي لمدينة الموصل وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة أن الغارات قصفت فجر اليوم هدفا تكتيكيا للتنظيم بمنطقة باب سنجار وسط الموصل ما أصفر عن مقتل 23 مدنيا وأضف المصدر أن الطائرات عادت بعد دقائق لتقصف موقعا آخر للتنظيم في منطقة الطوافة بالجانب الغربي للمدينة ما أصفر عن مقتل 20 مدنيا من عائلة واحدة كانوا مجتمعين في منزل العائلة الكبير خوفا من العمليات العسكرية الجارية ضد التنظيم وفي وقت سابق أعلن مجلس محافظة نينوى مدينة الموصل مدينة منكوبة بعد الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدها السكان جراء المعارك الدائرة بين القوات العراقية وما يسمى بالدولة الإسلامية في غضون ذلك استأنفت القوات العراقية عملياتها ضد التنظيم في الجانب الغربي من الموصل بعد تعليقها لفترة وجيزة إثر مقتل عشرات المدنيين بعد غارة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أدت إلى هدم مبان ودفن الكثير من سكانها تحت الأنقاض على الأرض كما في السماء نار معركة الموصل لا تزال مستعرة أزيز الرصاص ودخان الصواريخ لا يزال سيد المشهد هنا في الأحياء القديمة وسط الموصل بعدما أفريغت تماما من سكانها وبنفس وتيرة سير معركة استعادة الشطر الأيمن للموصل تسير اليوم يؤكد القادة الميدانيون أنهم ماضون في خيار الحسم الحقيقة الاستعداد كاملة قطعات متهية الدعم اللوجيستي من قبل قيادة الشطر الاتحادية مستمر لا يفصلنا عن الهجوم إلا فقط الأمر اللي يصدر لنا إن شاء الله من قيادة العمليات المشتركة ونحن نهزين على تمام الاستعداد إن شاء الله سياسيا ارتفعت بعض الأصوات العراقية مطالبين بوقف عجلة الحرب لتصحيح مسارتها وللحيلودة دون سفك مزيد من دماء المدنيين الذين سقط منهم المئة في غارات جوية أمريكية إدامة زخم المعركة والتقدم باتجاه أحياء جديدة هو خيار يفضله القادة العسكريون العراقيون في محاولة لتسريع حسم الحرب واستعادة الموصل بالكامل لكنه يصطدم بتحديات جمع قوله خيار يعرض حياة المدنيين للخطر شفيق عبد الجبار التلفزيون العربي من حي الدواسة وسط الموصل من أربيل ينضم إلينا محمد سليم نائب رئيس منظمة حباء للإغاثة الإنسانية سيد محمد مرحبا بك بداية لك أن تطعنا في صورة الوضع الإنساني في الموصل بعد هذه المجزرة الجديدة نعم مرحبا في الحقيقة الوضع الإنساني سيء جدا نحن لدينا مركز لاستقبال النازحين في مركز التدقيق الأمني في حمام العليل نستقبل في اليوم الواحد معدل عشرة آلاف فرد هناك بعض الأيام يصل العدد الذين ينزحونه من الجانب الأيمن ما يقارب الخمسة عشر ألف فرد في الحقيقة هذه موجة كبيرة جدا نحن نقدم ما نستطيع أن نقدمه نقدم في اليوم الواحد أكثر من سبعة إلى ثمانية إلى تسعة آلاف بعض المرات يصل وجبة غذائية لكن هذا لا يكفي هناك مشكلة إنسانية هناك أزمة كبيرة الموجات النزوح كبيرة جدا هم يصلون حتى أنهم حفات يعني رأينا كثير من الحياة أنهم يصلون حفات يقطعون مسافات طويلة يخرجونهم أساسا كانوا في أزمة إنسانية داخل المدينة ويخرجون أيضا يواجهون هذه الأزمة حتى يصل مركز التدقيق يعني بعد مركز التدقيق الأمني ينتقل إلى المخيمات إلى مأسات أخرى لأن المخيمات امتلأت يعني لا يمكن أن تستوعب هذه الأعداد الهائلة في الحقيقة هناك تقصير هذا سيد محمد نعم ومن قبل المنظمات كذلك هذا سيد محمد فيما يخص من نجى منهم وخرج من المدينة ماذا عن من قضوا في المدينة؟ هل رصتم أعداد الذين قضوا في هذه المجازر؟ نعم العدد المجزرة الأخيرة التي حصلت في منطقة الموصل الجديدة العدد تجاوز الخمسمائة فرق إنقاذ الدفاع المدني التي أتت من بغداد وفرق إنقاذ الدفاع المدني في الموصل انتشلت أغلب القتلى من تحت الأنقاذ لكن المشكلة التي واجهتهم هي قلة المعدات وقلة التجهيزات لدى الدفاع المدني هذا الأمر الأول مما أدى إلى موت جميع الذين تعرضوا للقصف في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى كذلك هناك تحدي آخر في الحقيقة هي المعركة صعبة جدا لا يمكن تحييد المدنيين بشكل كامل لكن يمكن للقوات العراقية سواء أو قوات التحالف أن تستخدم أساليب أخرى قدر الإمكان لأن الأزقة ضيقة والأبنية متهالكة مما سيعرض الأهالي للخطر كثير من الجثث الآن تحت الأنقاذ في مناطق متفرقة يتم استخراجهم نعم لكن كما قلت أن جهود الدفاع المدني المبذولة تحتاج إلى دعم أكبر تحتاج إلى دقة أكبر وصلت الفكرة وإلى سرعة أكبر أشكرك جزيلا شكر سيد محمد سليم نائب رئيس منظمة حباء للإغاثة الإنسانية ونعتذر عن المقاطعة لذيق الوقت